السؤال الثاني تقول إذا أقسم شخص يميناً على شخص آخر على أن لا يؤدي عملاً عملاً ما ولكن هذا الشخص الثاني أدى ذلك العمل فمن منهم تقع عليه الكفارة لهذا اليمين كفارة تقع على الحالف نعم إذا فعل على شخص لا يفعل شيئاً أو أن يفعله ثم خالف المحلوف عليه فإن الكفارة تكون حينئذ على الحالف نعم والذي فعل المحلوف عليه لو فعل ذلك مع علمه بالحالف يقع عليه إثم نبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم نعم ينبغي للمحلوف عليه أن يبر بقسم الحالف فإذا خالفه يكون خلاف الأولى والأفضل نعم